المؤتمر المؤتمر بمتابعة كل الإجراءات التي اتخذتها حكومات الإخوان بدءا من حكومة عصام شرف وحكومة هشام أنديل وفي فترة رئاسة محمد مرسي كافة القرارات والقوانين والإجراءات والمعاهدات التي تمت والاتفاقات الدولية لأن هذه الفترة شهدت محاولة اختراق جماعة الإخوان لجهاز الدولة تحت استطار الأخوان والتمكين والأمر الذي ألحق أضرار جسيمة لازلنا ندفع سمانة حتى الآن وإذا كنا نواجه الإرهاب فعلينا بالفعل أن نكون مواضحين في مواجهة كل هذه العناصر الإرهابية التي تغلغلت إلى أجهزة الحكم ومؤسسات الدولة ووزارتها في فترة محمد مرسي وما سبق نحن نخود معركة حياة أمود تستحق بالفعل أن تتشكل هذه اللجنة لكي تتناول بكل موضوعية نحن لا نريد الانتقام ولا تصفيت الحسابات لكن كل من ينتمي إلى هذه الجماعة ويشارك فيه أهدفها عليه أن يتنحى حتى نقلل حجم الضرر الجسيم الذي يقع من استمرار العنف في الشوارع كما نرى هناك طلبة الجماعات وجامعة الأزهر وغيرها والأرقام التي أزيعت في هذا المؤتمر على درجة عالية جدا من الخطورة وتسبب إزعاجا كبيرا حينما نكتشف أن هناك المئات من أساس الجماعة والمسؤولين فيها ينتموا إلى هذه الجماعة الإرهابية التي تروع الشعب المصري وتسفك دماء الأبرياء منه فهذه الدعوة نتوجه بها إلى الرأي العام للانتباه وإلى جهاز الدولة وعلى رأسه السيد المستشار عدل منصور وهو شخصية محترمة نطلبه بتشكيل هذه اللاجدة فورا وإكال أمر البحثة في كل ما تم خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي إليها حتى نتخلص من هذا الوباء أو هذا السرطان الذي انتشر في أنحاء الجسد المصري ولولا رحمة الله وصورت الشعب في 35 في 30 يناير وموقف الجيش ربما كان الوضع في مصر قد ازاد سوءا على نحو يصعب معالجته في الفترة الماضية اشتركوا في القناة